ملف سكنات الترقوي المدعم الذي ظل يطرح العديد من التساؤلات بسيدي بالعباس شرعت أخيراً الجهات الوصية في ضبط قوائم المستفيدين منه مع إيطاء الأولوية لأقدمية الملف والحالة العائلية لطالب هذا النوع من السكنات أسئلة عديدة على مستوى السكن الترقوي المدعم الألبياء المشروع لـ 640 نحن نعمل على تصفية الملفات الأولوية يعطيناها بكل مواطنين في علبهم الأولوية يعطيناها للناس لوضعوا ملفات أكثر من ملف نصف للبرنامج القديم واللي الجديد وكذلك أعطينا الأولوية بالنسبة للأشخاص المتزوجين بأولاد واللي عندهم عقد كيراء على مستوى مثلاً لكين بعض الإطارات اللي راح كاريب يحتق 16 ألف 20 ألف دينار إذن الأولوية يعطيناها العملية السارية فيه بطن جزء من القائمة فيه تحقيقات رهي تجري على الميدان وعلى مصالح المختصة عدد الطلبات المودة على مستوى مصالح الضائرة تحسب بعشرات الألاف وهو العدد الذي يعتبر أكبر بكثير من الحصة السكنية المتوفرة في انتظار الإفراج عن حصة أخرى مستقبلاً كذلك استفادت بلد سيد العباس من حصة إضافية في سنة 2019 تقدر بـ 320 سكن ترقاوي مدعم وكذلك كان برنامج سنة 2020 فيه 270 إذن الحصة ستتجاوز الألف نحن نعمل على ضبط قوائم تدريجياً كلها سلمت تقريباً ألفين سلمت للمصالح المختصة للتحقيق فيها من هذا الألفين الدراسة الأولية خرجتنا ألفين لمتزوجي لآخره قوائم ستكون مضبوطة مع نهاية الثلاثين أول سنة 2020 العديد من المواطنين وقعوا ضحايا نصب واحتيال من طرف بعض المؤسسات الخاصة التي أسندت لها مهام إنجاز مثل هذه المشاريع الأمر الذي فرض على الجهات المسؤولة ضبط قوائد جديدة لأجل من اتكرار هذا السيناريو